موسيقى نحن سبب المعانات والتهميش بالنسبة إلى البشرة السمرة أو السوداء بالمعنى الصحيح هي امتدادا إلى ثورة الزنج امتدادا إلى ثورة الزنج القامت في البصرة في ذلك الوقت في زمان الدولة العباسية لمن أتوا الزنج أولا سؤالي أنه نعرف كيف أتوا السود إلى العراق السود بمعنى صريح أتوا إلى العراق في زمان الدولة العباسية أو قبل الدولة العباسية وذلك أتوا بهم للعمل في كري الأنهر في المناطق البصرة النائية والبرك في ذلك الوقت فلما أتوا إلى هذه المناطق كانوا يتأمنون أنه في مقابل جور عمل فلما أتوا إلى المنطقة بالبصرة التي كانت تسمى بذلك الوقت تسموها المطيحة أو المختارة المنطقة في زمان الدولة العباسية أتوا لكري الأنهر ولكن وجدوا العكس أولا سكنوهم في مساكن عشوائية ما يسكن بها حتى الحيوان واستغلوهم بالإهانة والتفرقة والعنصرية في ذلك الوقت في زمان الدولة العباسية حتى قامت ثورة الزنج في ذلك الوقت وقامت الثورة ونجحت الثورة وظلت 14 سنة أو 15 سنة البصرة في يد الثوار الزنج بعدما سقطت الثورة في زمان الموفق العباسي سقطت ثورة الزنج كانوا معاملتهم للسود معاملة نحسة ألمن أنه فرقوهم على العشائر بالبداية الأولى فرقوهم على العشائر وبعدما سقطت الثورة اللي مات مات واللي انقتل واللي انسجن تجمعوا السود كلهم في ذلك الوقت وفرقوهم على العشائر واستخدموا معهم كافة أسلوب الإهانة امتدادا من هذا ذلك الوقت إلى يومنا هذا نحن نعاني التهميش والتفرقة في الوضع اللي احنا عايشينا حاليا مسبقا ولحد الآن فاحنا نطالب عدم تهميش هاي الطبقة السوداء عدم تهميش والتفرقة والمعاناة اللي احنا نعيشها يعني كالترشيح كباقي الأمور سلامتكم انه بذاك الوقت كان حتى ما يدخل للكلية العسكرية أو يصير ضابط أسود ولا يصير فيه منصب مدير ولا يصير فيه منصب مسئولية يعني بحيث انه ما ينطو كل مهام مهمة بالدولة ما ينطونا مهام فبقا احنا يقولون مثلا ما ادنا كفاءات او ما ادنا كده لا بالعكس احنا موجودة الكفاءات من جميع النواحي ادنا كفاءات من جانب الدراسة ومن جانب الطب والهندسة والقضاء والفنونة الجميلة وفي كل المجالات احنا ادنا كفاءات والحمد لله والشكر بس شنو يغير اللون ما ينطو المجال لهذا البشر لكونه لونه اسود فيبقى مهمش الى يومنا هذا التمييز بالبصرة حتى من جانب التصاهر حتى من جانب التصاهر حتى من جانب التصاهر هم التصاهر بالنسبة لنا بيتفرقة بحيث انه اليوم السودة اذا تتزوج لها واحد ابيض بالمعنى الصريح اذا تتزوج لها واحد ابيض يمكن اما عشيرة الذبة او عمامة يتبرون من عنده اما ما يتركوا لها حقوق بعد ما يتوفى زوجها او ما يعترفون باطفالهم وانا هذا الحجي مسؤول عنه عندي اكثر من حالة حالتين مرت بهذا الظرف اكثر من حالة وحدة اثنين وثلاثة معروفة وبالاسم وما قدر اترك اسمعهم بهذه الساعة الشباب والبنات عندي نفس الشي حتى البنات يعانون و الاطفال حتى الاطفال يعانون بالدراسة بحيث انه سودة و عبدة و من هذه المسمايات المجرفة التي يعانون منها الأطفال و الشباب والله احنا شكلنا عدة وفود شكلنا عدة أمور كملنا كل أمور نزين فبقى احنا انطالب بهذا المكان انطالب بالاقلية كون احنا اقلية فانطالب بالأقلية. أسوة بباقي الأقليات. لا تقل لي مثلاً والله إحنا كنا عبيد الله وكنا سود وكنا كذا. لا 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 هذا الحد شيء كثرة على صفحة. زين؟ فإحنا نطالب بالأقلية أسوة بباقي الأقليات. إحنا الأقلية بالبصرة عدد قليل جداً. عدد قليل. وكل هالناس تعرفنا. من جنوب العراق إلى شمال العراق. بكل مكان تلقانا. بس شنو ما إنا ذيك الكلمة. ولا إن ذاك المنصب. ولا إن ذاك المكان اللي إحنا نريد نوصل. شبابنا وأهلنا ورجالنا إلى هذا المكان اللي إحنا نريده. العالم بصورة عامة. بصورة عامة. بزمان الإمبراطوريات. بزمان الإمبراطورية الرومانية. وبزمان الإمبراطورية الفرنسية. وبزمان الإمبراطورية الفارسية. كلها تعرضت إلى حروب. فكانت هاي الناس من تأخذ هاي نتيجة الحروب والإسرة ما كانت تسجنهم. كانوا يستعبدونهم. يستعدمون. يستعبدونهم نعم. فمن يستعبدونهم يخلوهم كعبيد عدهم في مزارعهم في بساتينهم. يستخدمون مصارعين للحروب والحيوانات. في كل الوسائل. فكل الوسائل. فإحنا هم النوبة نرجع مرة الثانية. شنقول؟ نقول محمد الصلاة والسلام على محمد وعلي محمد. فلما انشر رسالته الكريمة في ذاك الوقت. ذهب إلى ملك الحبشة. وملك الحبشة أسود ومسيحي. نعم أسود ومسيحي. نفس الوقت. إيش قال لملك الحبشة؟ قال له والله ما بيني وبينكم إلا هذا الخط. إذا منه نصر محمد في ذاك الوقت؟ نصر المسيحي الأسود. المسيحي الأسود. اللي أنتم حسا حاليا تسمونه العبد أو الصخل أو كذا. في جميع المسميات. فإحنا نحمد الله من الشكرة. إحنا هواي عندنا أمثال وتقارير على هاي الأمور. أول وحدة نقول لو لا سواد الليل ما برز نور الفجر. ما بزر نور الفجر. ولو لا سواد المسكي من باع غالية. ولو لا سواد العين ما نظر نور البصر. غطاء الكعبة أسود. الليل أسود. اللون أسود. والأسود سيد الألوان. بلال الحبشي. مؤذن الإسلام أسود. حكيم الإسلام والمسلمين. لقمال الحكيم. ذكر في القرآن أكثر من 36 صورة أو آية. لقمال الحكيم. رجل حبشي أسود. فأنا أمتاز بلوني وأمتاز ببشرتي لكوني أسود. بعدهم عندي سؤال. وأكثر المشاهدين يعرفوني. أنا عيسى. ابن عبود. ابن فيحان. ابن شعبان الكعبي. هذا حدي وياكم. أنتم تحاولون كل واحد بينه وبين نفسه يحسب نسبه. ويشوف أصوله وين. يشوف أصلا وين يحاسب نفسه. يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حدك للسادس. للسابع وتتوقف. بعد ما عندك غير جد آخر. تابع على جدك. وين قبل؟ فإحنا يسموننا مثل ما نقول يقولون أفريكا عراقي. مو؟ أفريكا عراقي. يعني أفريكا على عراقي. فإحنا نتابع جدورنا وإحنا ما نستهان من جدورنا. لا الحمد لله. جدورنا عريقة وأهلنا معروفين. والحمد لله وشكر. وما عندنا كل إشكالات. بس شوية لا تقللون من مقامنا. بارعوننا عادل بالعين الكبيرة. طبعا نحن بشرة السمراء نعاني من عدة أمور. الأمور اللي نعانيها. يعني أسه أطفالنا من تروح المدرسة. أما قاعد داوم بالمدرسة. زيان. فنسمع يعني. هالعبيد هالعبدة هالزيان. إحنا هذه الأمور. إحنا من وعينا وشيف نبهاتنا وإجدادنا. كنا مسالمين الصراحة. ولحد هاي الساعة مسالمين. لا عدنا تفرقة. لا بين سني ولا بين شيعي. وكل هاتنا ناس شيعة إحنا وناس سنة. وكل الطواف موجودين. بس إحنا نعاني من شغلة التهميش. هذا التهميش. أولا يعني إحنا إن حقوق لازم يهطونها ياها. صراحة. ما قاعد يسيلون. يسيلون هولا هاي الطبقة الفقيرة. السمراء. زيان. يعني تجيبها من الفاو. لمن كل المدن. كل المدن بالبصرة. بيها الناس. الناس كلها يعني الناس فقرة. صراحة. ومعايشين ويالعالم. بس إحنا ما دري يعني. نحس يعني إنه يعني هاي العالم ما قاعد ترغبنا. أما ما هذا. يعني إحنا ما يصير هيت هذا يا أخي. يا أستاذنا العزيز. بس إحنا نطالب. ريد لازم يوصل صوتنا. نطالب من خلال هاي الزاعة. توصل صوتنا. ليش. لأن إحنا مهمشين بصراحة. بكل شي مهمشين. زيان. أكو ناس فقرة. أكو ناس يعني. يعني. ما عدا. أمور العيش ما عدا. زيان. تعينات. بيش يا أخي. تعينات. يعني من تجي لحد الأسمر. لهذا الأسمر. يقول لا والله ما أكو تعيين. تروح للدائرة. مو مقدر. ها تلاقي الخال. العبد. شين هو يا أخوان. يعني. إحنا ترى. أول شيء. يعني من وعينا بهذه البصرة. هاي بصرة ترى. بصرة أم الخير. وترى. أجد. إذا أتيت البصرة. انبنت على رأس السود. زيان. انبنت على رأس السود. ترى. ما انبنت على رأس واحد. زيان. فيا أخوان. إحنا نريد. إن شاء الله. نريد ناس مسالمين. ونريد. إحنا ناس. نريد نوصل صوتنا. إننا نريد. إننا واحد بالحكومة. يدافع عن حقوقنا. يريد. نريد. إننا واحد يدافع عن حقنا. زيان. يعني. نريد تقدير إنا بالدوائر. من قاعد روح الدائرة. هاي دائرة روح لها. زيان. يعني. إحنا ذاك اليوم. آآ. صار عندنا فد شغلة. أنا واقف موجود. زيان. بالمحكمة. صارت يعني المشاجر. صيح العبد. ما يصيح المتهم. يقول لها صيح العبد. ما يصير يا أخوان. زيان. يعني. أنا والله حزت ببالي. يا أستاذنا العزيز. فإنسان الله. يعني. إن شاء الله التوفيق. الولدنا والشبابنا وبناتنا. زيان. يعني. أزيسي. 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 نعم. مثل ما. تفضل. الشيخة بفكري. يعني. إذا أخذت لها أبيض. والله. ليش تأخذي هذا. زيان. وإحنا يعني. ما صيره يجي. إحنا إن شاء الله. على هذه الانتخابات الجديدة. إن شاء الله. يعني. قاعدنا نسوي ورشة عمل. وإن شاء الله. قدنا مرشحين. زيان. واختارينه. يعني. من كفو. الكفويين. يعني. الصراحة. من بنات. اثنين بنات. واثنين ولد. فإن شاء الله. إحنا ذلي أضام بيهم. يعني. الصراحة. ما نريد نسول بيهم. إلا ما. تصير القضية. إن شاء الله. ونعلنهم. زيان. على الإعلام. وكسنين بصرة. وكعشائر بصرة. إحنا. نرفض هذه الكلمات. البذية. العبد. الصخال. كيس. حش السامع. يعني. فهذا إحنا. ما نقبله. صراحة. إحنا. أنا. كعشيرة. كعشيرة. من بني تميم. ما أدي. هذه. ما تبشي. أدي. سوال. في مال الصخال. وعبد. وأسود. ومال. شنو. هذه. ما. إحنا. نعارك عليها. صراحة. نقاتل عليها. زيان. فوصية. لشيوخنا. العزاء. البصرة. أموما. أموما. من بني تميم. إلى. آخر عشيرة. أرجوكم. أرجوكم. وتوعوني ولدكم. وبناتكم. أن لا يتجاوزون. على البشر السمراء. زيان. بدأ لما يقول العبيد. بدأ لما يقول الخال. الأسمر. هاي. شوية. بيها مجال. بس العبيد وكذا صخل. وهذه. هذي. احنا نرفضها. زيان. فوصيتي للعشائر الباقية. وكل العشائر. من جنوب البصرة. إلى الفاو. إلى القرنة. إلى المدينة. الكل. يعني الموجودين بالبصرة. فإحنا. أخوان. خلونا أخوان. وخلونا. إن شاء الله. يجو وحده. وما عدنا تفرقة. وما عدنا أي. أي تباعد اجتماعي. إحنا أخوة. سنة وشيعة. وكلية يعني. البلد عايشين. زيان. هاي وحده. وحده الثانية. إن شاء الله. إن شاء الله. عدنا اجتماعات ثانية. آآ. خلال. هاي الأيام. على المهود. الرشح لنا واحد للبرنامان. صراحة يعني. لازم نرشح لنا واحد. ولازم نصعد لنا واحد. أما بمجلس المحافظة. أما بالبرنامان. وإن شاء الله. هذا العمل قاعد نشتغل عليه. وإن شاء الله على الأيام القليلة. إن شاء الله بقوة الشيخ أبو فكري. وبعض الشيوخ ترى ما حضروا. إحنا نرجو المعذرة. إن شاء الله. نسوي لهم اجتماع ثاني. من البشر السمراء. وكلهم ندعيهم. ونسوي اجتماع موسع إن شاء الله. وإن شاء الله. جاي الخير إن شاء الله. وطبعا إحنا نشد على القوات الأمنية. على هذه الشغلة المخدرات. ولدنا قاعد تروح بالهاوية. الريد الأمان من عدكم. والريد الأمان للشباب هذه. التوعية. الشرطة الاجتماعية. السموم. هاي طببتناها. ما نعرف منين ما منين طببوها. دخيلة على البصرة. دخيلة على البصرة. وأكو ترى فصول. هم قاعد تاخذ العشائر. هم دخيلة على البصرة. وصعبة. زيان صعبة. فإحنا نريد من عدكم. هاي التوصية. وتنهله هلا. بأخوانكم أهل البشر السمراء. وترى أهل البشر السمراء. ناس محبين لكم. وفواتحكم. بعراسكم. كل ياتنا ملتقين بها ترى. فمشاركين بها. حتى لو حتى دم عدنا قاعد طيحوا ياكم. من أهم القضايا داخل المجتمع العراقي هو الالتفات على عبارة مهمة جدا. التعليم من الصغر كالنقش على الحجر. المطلوب إحنا عندنا من ذوي البشر السمراء أنه نقدم أولادنا وبناتنا من أفضل ما يكون لخدمة هذا الوطن. بس أكثر من العواقب من الموروثات التي نعيشها داخل المجتمع العراقي هي عدم مفهوم وإدراك معنا كلمة العبودية. المدرسة أساس بناء الإنسان لأنها ببداية النواة. وإحنا ما نعاني أنه كثير من المدارس لا يزرعون إدراك ولو في الابتدائية في المرحلة الرابعة أو الخامس ابتدائي. مفهوم معنى العبودية. القضايا اللي مرت بالسود. لماذا ذكر السود في القضايا في المعنى الفلاني. لتوضيح ومفهوم الشارع العراقي لعدم إهانة الغير في سبيل لون أو في غاية لون. العبودية هي صفة وليست لون. لعاني المجتمع اللي الداخل عندنا ليس بعض الأحيان ما يتقصد بأنه يوصفك بالإهانة وإنما يعتبر بأنه يناديك. بعض الأحيان يعتبر بأنه هو هذا هذه الكلمة هي عبارة عن لون. وبعض الناس تأخذها إهانة وبعض الناس تأخذها في سبيل إنه أنا أوصل الإنسان في مرحلة اللي كي أحسسه بأنه أنا أعلى من عنده من ناحية النسب. وإحنا معروفين إحنا عندنا العرب إنه نتفاخر بالأنساب. وهذا الشيء مو معيب. ولكن المعيب بالموضوع. لما الموروث ينهي الأنساب والدولة متوضح الأسباب اللي عانت منها السود. هنا يكون عدم الإنصاف. اللي مطلوب أنه إحنا إذا أردنا أن نصلح مجتمع نصلح التعليم. التعليم ضروري جدا. والدولة يجب عليها أنصاف هذه البشرة بعدة نقاط. أولها إذكار ما هو موروث من السود من التاريخ الأول إلى هذه الساعة. في جميع الأصناف. هو ثانيا وضع نظام عقوبات للإساءة. إحنا ما عايشين ببلد غاب. كل إنسان يأخذ حقه بإيده أو يستعمل وسائل الضغط اللي عنده منها العنف منها العلاقات منها إلى آخره. فمطلوب من الدولة وما ناشدنا للدولة أن يوضع قانون عقوبات في سبيل كل إنسان يعرف مقامه ويلزم حده. لحد يصير مسيء إلى أي إنسان. إحنا كثيرا عندنا من الأطفال ومن البنات يعانون أن يوصلون مرحلة من الدراسة. ليش؟ لأن بيئة الدراسة هي سبب إهمالهم إلهة. وإنما هم مقبلين للدراسة. الهمة موجودة. البيئة موجودة. ولكن حاضنة الدراسة مصحيحة. المعلم مفهوم العبودية مو عنده. إذا ذكر إحنا بعدة محافظ ذكرنا هذا الموضوع القصيدة المتنبي لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيدة كانوا للأنجاس من أكيده. المدرس نفسه إذا شاف الطلاب ضحك وقاعد أسمر المدرس نفسه يضحك. يبتسم. ما يخلي حدل هذا التصرف المسيء للطالب. وهو فهم بأنه هو لما يلقي القصيدة ينظر للطالب الأسود. فإهنا المشكلة المشكلة مو بس موجودة عد أفراد أو موجودة على التاريخ. المشكلة مشكلة المجتمع. إحنا كثير قاعد نشوف من الدول أكفر دعادات بالمجتمع. عالجتها بإيش؟ عالجتها بالقانون. فإحنا لما نحاولنا وطرقنا جميع البيبان البيبان العشائرية والبيبان منظمات المجتمع المدني والبيبان القانونية فوصلنا إلى النتيجة إنه لازم إحنا نكون أصحاب قرار. لازم إحنا نكون من ضمن المشرعين القانون اللي هو مجلس النواب. فإن شاء الله صار عندنا الطموح وصار عندنا الإلمام وصارت عندنا القدرة إنه نطلع بعض المرشحين في سبيل نوصل أصواتنا داخل قبة البرلمان لوضع قانون ينصف حق السود. ويجب على الدولة الالتفات إلى هذه الشريحة داخل المجتمع شريحة مطاع صاحبة إمكانيات وهي ملح العراق أنا دائما أسميها ملح العراق ليش لأن تمتلك من الإمكانيات إنه نقدر نستثمرها ونسخرها كثير أمور تفيد هذا البلد. المدرسة صارت مو محبوبة للطالب والسبب إنه ظلوا يتفننون بالإهانة يعني أكو عبارات أحب إنه أكون جري في قولها من غير إساءة إنه كان يقال عبد لا أطورت صخل أطورت تيس أطورت الدعي يعني ألفاظ بذيئة وتلقاها في كل محافظة لهي عبارات معينة والسبب شنو الغائية منها الغائية منها يا أنا هل يا ترى إنه مجتمع كامل لو كانت تقال هذه العبارة من أفراد أو في منطقة ما نتقبلها ونشوفها لحلول ولكن في مجتمع كامل فهناك علامة استفهام بهذا الموضوع وإحنا نحتاجين نخلي نقاط على الحروف وهذا سبب عزوف كثير من أولادنا وبناتنا إنه يدخلون للمدارس يصلون ما عدنا أرقام مثبته وإن كان أحد من أساتذتنا من دكاترتنا من ضباطنا أنا وإحدا من الناس اللي صارت قضية مباشرة مني رح تسألت عن أستاذ بالجامعة بدون ذكر أسماء أكو شخص نفس الأستاذ هم نفس الاسم ويا بالجامعة سألت الطلاب أستاذ فلان وين يريد علي الطالب هالصيغة أستاذ فلان العبد وهو أستاذه بس في سبيله هاي العبارة حتى يميز بين هذا الأستاذ وبين هذا الأستاذ يعني إيهين أستاذه بس على بوق إنه يميزه يميزه بيمن بالإساءة هل يا ترى هو مفهوم العبودية النطقها فهمها إساءة بعض الأحيان إحنا نقدم العذار نقول هو ما فاهمها إساءة هو فاهمها إنه قاعد يوصف بس هذا المحق هي بحد ذاتها إساءة اختلف معانات المرأة بأن المرأة عاطفية أكثر الرجل يمكن يأخذ هذا الموضوع أو الشخص اللي يتلفظ لهذا الموضوع يتجنبه خوفا منه خوفا يعني يتجنبه أما المرأة حساسة من هذا الموضوع أكثر من الرجل والشارع بعض الأحيان أنه يتطرق لها المرأة إذا يتطرق لها في هذه العبارة ما يتوقع أنه تسيئة أو الذمة نادرا لما تتلقى أمرأة أنه الذم رجل أنه قال له هذه العبارة من باب الحياء من باب الحشمة من باب البيئة رابية طبعا نحن أغلب السود والحمد لله أنه صاحبين قيم مبادئ أخلاق بس بعض الأحيان الشارع أو المجتمع طبعا نحن ما نقول الشارع أو المجتمع أن نعم على الكل لا ما نعم على الكل في ناس لا في ناس بالعكس يعني هم اللي يرفضون هذه الفكرة هم اللي ما يتقبلونها هم اللي يذمون الناس اللي سيئ بس إحنا ما عايشين في غابة إحنا نفضل أنه يكون قانون يسند هذه الطبقة داخل المجتمع ويبعدها على إيش يبعدها على النزاعات ويبعدها عن المشاكل فإحنا لما شفنا واتطلعنا وعشنا فترة من الزمن إنه وردنا نشوف حلول ما حسينا إنه أكو حل إلا قبة البرلمان فإستاذ إحنا جزء من هذا البلد جزء من هذا المجتمع أنا لما الدولة تكون منصفة بإعطاء قطع أراضي ما أريد أنا خصوصية بإعطاء قطع أراضي وعمومية بإقطاع أراضي أنا مواطن عراقي أريد أن أعيش كأني مواطن عراقي يمتمال دولة حبة تتخصص أراضي للمجتمع العراقي ضمن امتيازات معينة أفضل إنه أنا أكون شريحة تكون جزء منها أنا ما أريد أن تقص حق غيري في سبيل إنه أنا أخذ حق غيري لا بالعكس بس أريد الدولة هي تكون منصفة هي الدولة تكون منصفة يعني تتنظر بعين الأبوية هاي الشريحة بداخل المجتمع الشعب العراقي كله عايش معاناة لكن هذه الشريحة داخل المجتمع نريد من الدولة تبوع لها بعين الأبوية أهم المطالب اللي إحنا بحاجة إليها أنه يكون عدنا عضو في مجلس النواب أنه يكون عدنا عضو في مجلس محافظة أنه الدولة تشرع قانون تجرن هاي العبارات المسيئة داخل المجتمع العراقي أنه تذكر تاريخ السود بالتربية تذكر تاريخ السود تفهم المجتمع شون وصلوا السود داخل العراق شون العمل ما هي المشاريع اللي قاموا بيها ما هي الثورات اللي قاموا بيها ما مذكورة بالكتب إلا ما ندر فهذه الأمور لازم تدرس بالمدارس حتى ننتج مجتمع متسامح محب بعيد عن العنف احنا نتأمل يعني من بعد كل هذه المعانات وكل التقارير اللي رفعناها من خلال منظمتنا اللي من طوية تحت تحالف الأقليات لأنه بصراحة ما وجدنا اليوم محفل من محافل الحكومة أن احتضتنا وحطتنا كرسي ضمن مجلس المحافظة أو ضمن البرلمان أو قالوا يا سود أنتم تعالوا لكم حقوق زين وأنتم عراقيين فعلاً معتربين عراقيين نحن صح نمتلك الجنسية ونمتلك شهات الجنسية بس ما معتربين كعراقيين فعلاً لو معتربين كعراقيين بالفعل كان ناصفون رب السود الموجودين بالعراق المفروض يكون لهم حضور لأن تاريخ السود في العراق يعني مطمور التاريخ طامرة يعني لو للسود اليوم يعني جوز ماكو نخيل ماكو زراعة لهم اللي يجابوهم اللي يجابوهم الخليفة الرابع عشر بالدولة العباسية اللي أوعز بحضورهم إلى العراق وكان شنو عدهم صعوبة بحفر الأنهر وتعرف في ذلك الزمان ماكو نهر ينحفر يعني ماكو آلة حفرة يحتاج إلى أسلام قوية وأتوا بهم من ذلك التاريخ يعني حسب التاريخ المدون هم ميتين وخمسة وخمسين هجريا تم جيء السود إلى العراق البصرة يعني كان يتسمى المختارة وحفروا هذه الأنهر وقامت ثورة الزينج وساقطوا البصرة للمدة 15 عام وبدأت هذه المعاناة من تلك اللحظة بعد ثورة الزينج بعد ما الموفق اجل البصرة وأباد الكم الهائل يعني الأكثر من السود وتم النسبة القليلة تم توزيعها على قبائل العرب الموجودة اللي موجودة بالعراق حسب التاريخ يقول البصرة المختارة يعني كان وجودهم والعراق وأوسطها يعني المناطق الجنوبية يعني ليش هالسلسود بالعمارة بالناصرية بالكوت تيجي بغداد يعني لأنهم هنا صار العمل مالهم أكثر التركيز فهناك معاناة كثيرة إحنا هذا التاريخ يعني أبصى شيء هسا من تجي للتاريخ تقرأ يعني في العراق في تاريخ العراق ما مذكور السود حفره نهار يعني لو مذكور هذا بالتاريخ مدون ويقرأ في كثير من الكتب لا يصير أكو شيء للأسود هذا ما حد يتكلم به ومجرد يتكلمون أن الأسود عبد يعني هذا اللي نظرونا زين هو مو عبد ولكن هو شنو كان كان ما حد يقدر يحمل مثلا الملك أو الشخص اللي يمتلك أوشيخ عشيرة كان من يحملونا في مكان إلى مكان بعيد ما يحملها قيل الأسود هي قوة ولكن العكسة للمنظور أنه عبد يعني هذا اللي نعاني منه السلسل إلى هذا اليوم ونحن نعاني لا تعينات يعني عمل ماكو يعني بالنسبة يعتمد على العمل الشاق يشتغل به الأسمر يعني ويقود عائلته هذا أكثر ما موجود يعني عدنا يعني ما يشوف أكو واللي مثلا عندنا خاصة نقتص بالقضايا الفنية يعني القناة ما قناة يعني هاي فيفتحون محلات مثلا وكله هم هنا أكو طقوهم برمانة يعني في الوقت الحالي يعني لأول التلعاب في البصرة هنا في سوق السيف طقوا المحلات مالتهم ودلتم لكم علم بها أو مالكم علم بها استهدفوهم وضربوهم محلاتهم وجيت أنا كراصد راصد أو رحت المكتب الشؤون وفعلت الدعا ومالتهم عن موج يستلمون حقوق ضمن الأضرار اللي صارت مع الإرهاب فكثير من المعانات يعني دار نتكلم كثير كثير من المعانات يعني أنا حاشك راصد يعني كسنويا أرفع التقرير يعني إلى المجتمع الدولي يعني روح الجنيف أردع أقولها على الإعلام يعني ما أقول لك هاي شي أنا كتب بنفسي يعني شك وقضية صير أكتبها بتقرير وتروح بس الريد يعني أحد من ينصفنا وصلنا إلى مرحلة حاليا يعني يعني يكون إنا مرشحين يدافعون عن حقوقنا بالبرلمان بالمجلس المحافظة الريد نجمع أبنائنا يعني ونسوفد يعني مؤتمر أو يعني حتى نعتمد على أنفسنا أن يكون رجل نحن سمار رشي طموحنا طموحنا كسود طموحنا أن يشوف رجل أسود في البرلمان لأول مرة يعني خليص عد بأي كتلة ويكون في البرلمان كان مجلس محافظة أو البرلمان يعني يعني هذا يعني صراحة تحز بأنفسنا يعني لا يوجد ولا ينظر لنا شخص مثلا 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 هلسة إشقد أكوكتل أنا أقول لك أكو فرق لا أكو فرق لو ماكو فرق كان اجتمعت هاي الكتل واجتمعوا بيناتهم وجابوا كرسي مثل ما جابوا كرسي للمسيح والصابقة ولي بعض الأقليات الموجودة الكرد الفيلية اليوم ست مقاعد إلهم ست مقاعد فرضوا نفسهم زيان بس فرضوا نفسهم عرفوا وشنون يوصلون من خلال قانون تحالف الأقليات العراقية وقدروا يوصلون نحن الموجودين الموجودين نسأل لي نطالب أن نكون أقلية جاي نلقى معارضة من الحكومة من نقول أن نصر أقلية ما يوافقون يابا لي يقول الله أنتم موديانة أنتم سنة وشيعة ومنعدنا وعايشين بالمجتمع يابا إحنا سود وجاي يفرقونا بالمجتمع جاي يقول لنا عبيد سود يعني في يوم اللي أنا في مدرسة في أم قصر في ناحية أم قصر يعني مع المدقية يعني أنا ثاني يوم أنا بيها كنت بيها بالنجف وكربلة وبالطريق خابروني بس أرض وصل للبصرة رجعت يوم ثاني أخذت أبوها وأخذتها وطلعت بها الحقوق للإنسان وشكلت لجنة يالله قدرنا نأخذ حق البنية يعني إحنا نتعرض إلى تمييز بس يقول لك إذا تتعرض إلى تمييز إلى واحد إلى ثنين ما يعتبر تمييز إلى عشرة ما يعتبر تمييز يعني صحيح نحن نحن بالتمييز ولكن يقول لك أنت ما عندك نص ربع الكم أو نص الكم حتى تعتبر أنت تمييز الآن نحن موشكال نحن على البشرة نريد نكون أقلية الكل متفق على هذا الاتفاق نحن نريد نكون كأقلية حتى نقدر ناقض حقوقنا تكون النكوتة في مجلس المحافظة في البرلمان مقعد مثل باقي المسيح لأننا نتعرض يعني أطفالنا ولدنا يعني نهدروا يعني قاعد يعني روح للسجون هالسه بالزبير أعطيك للزبير إيش قد من السود هالسه موجودين في قضايا مخدرات شنو اللي قل راح للمخدرات الدولة يعني ما تحاسب نفسها هم لازم تحاسب نفسها تقول ليش يعني زين والنوبل الأزمن من يطيح بالسجن يا أطرقاء يعني كأنه مو من العراق كأنه أرهابي بصراحة يعني أنا شخص يعني على حكمه ست أشهر وعندنا الشخص توفى بالسجن سجن التنومة قبل سنة هم تهمين بمخدرات زين التهمة تجعل الأسود إذا وقعت بعطاه هسه هواتل سجن بس إحنا عندنا منين سجن شخص أسود نحتار أولا لا أموال مثلا عندنا لا عندنا فلوس أكون ناس مقتدرة عندها بس إحنا ضعفاء لأن الوضع الاقتصادي حش ما بي زين فإحنا عايشين يعني شون ما تشان بصراحة بالإمكانيات اللي عندنا نصير بصف الحائط على قولة هم ومشي وكله ما نسلم ما نسلم ما كو من ينصفنا يعني ما كو هذا الشي ما موجود أنا أجاملك إذا أقل لك والله إحنا ما كو كله عبيد الله وكله إحنا مساواة والعراق كله كله متضرر نعم كله متضرر بس إحنا ذا نريد اليوم نطالب نطالب كمؤسسة لأجدادنا اللي اللي قتلوا في ذلك سلموا أكو سجراء سياسيين وأكو شهداء وأكو إحنا نقدر نسوي لازم إنهم حق كمؤسسة لأن آبائنا عاشوا ومضطهدين لأن كان الإقطاع موجود فإحنا آبائنا اللي راحوا هم عندنا آباء إذا تريدون نذكرهم موجودين يعني ماتوا هم بس ولكن الضهاد أنا جدي يسولف ليقول في زمن الإقطاع زين يقول إحنا إنا بس لقمة العيش اللي ناكلها ما إلك حق أن تأخذ من الثمار وتخلي ببيتك إلا هم ينطونك يعني التمر من يقصرونه ويكملونه تجنوب لجنال فتش بالبيوت إذا لقون عندك يكتلونك كتلة تشلب يعني هيش يقلي كتلة الكلف وذبونك بالنهر يعني هيش كان الإقطاع مسيطر على السود لأن هم أكثر قوة كانوا يشتغلون عليهم أكثر الناس بس مجرد أن يأكل هذا واقع السود في العراق اللي ما حد يتكلم به ولا ذكر التاريخ ولا يعرفون منين يجوا ولا يعرفون منين يجوا نحن نتكلم ساعات حتى ويبن المانيين ويناس دارسة يتفاجئ أنا رجل أشتغل بالمحطة فبالسيارة من يجي ما يصلي تعالي فلان صليل هالعبد إحنا هناك بالمحطة أصدقاء يجون كلمين أقرباء أقرباء في محطة ف LinkedIn ما يكن شي حرام وיצن العبيد كي Feld pa Hoy نشتغل نطيف نشتغل صح ما يقولون العبيد احنا نشتغل من المات الله ابكل شي احنا نشتغل مات الله ابكل شي ونقائب من الله والله العليا عظيم فلن Wuhan احت성을 المات الله يقولون عبيد ليش هذا حبيد كل شي كان عبيد ماكو عبد زين صوف انا اقبض محطة اقول انا ليش عبد انا عندي اسم و انا مصغير انا ابو حسن زين اقل لي فلان تعال مو عبد هالعبد يصل للسيارة كونه اشتر نظيف نبعدين يتوسني وقاينة اوه اقول انا مو عبد عندك انا عبد لله و اروحي اطبه المدير و اطبه المدير انا هذا حسان موجود مدير اطبه المدير اقول لي عبد شنو عبد اكو ناس محترمين يحترمون السمر يحترمونهم تقدير واكو ناس ماذا شون دول البشرية و اقول ليو خليت قلبت شفر عي فهذا اللي سوف عليه اغلاطه هواي جابوا ايرانيين يشطوا هناك ومكاننا فهذا كل حرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة